اسم الدرس أتدرب على حل المسائل المسألة الأولى أولاً ألاحظ جدل التالي قيمة مبادلات التجارة الخارجية بتونس لسنة 2001 قيمة المبادلات بالمليون دينار الثلاثية الأولى جانفي فيفري مارس 3418.6 الثلاثية الثانية أفريل ماي جوان تفوق قيمة مبادلات الثلاث الأول بـ 352.5 الثلاثية الثالثة جويليا أوت سبتمبر أقل من قيمة مبادلات الثلاث الثاني بـ 644.5 الثلاثية الرابعة أكتوبر نوفمبر ديسمبر أقل من قيمة مبادلات الثلاث الأول بـ 37.5 ما قيمة مبادلات التجارة الخارجية سنة 2001 بحساب المليون دينار الإجابة قيمة مبادلات الثلاثية الثانية 3418.6 مع 352.5 يساوي 3771.1 مليون دينار قيمة مبادلات الثلاثية الثالثة 3771.1 إلا 644.5 يساوي 3126.6 مليون دينار قيمة مبادلات الثلاثية الرابعة مع 3771.1 مليون دينار الثلاثية الثلاثية الأولى جانفي فيفري مارس 3418.6 الثلاثية الثانية أفريل ماي جوان 3771.1 الثلاثية الثالثة جويليا أوت سبتمبر 3126.6 الثلاثية الرابعة أكتوبر نوفمبر ديسامبر 3381.1 جملة المبادلات 13697.4 المسألة الثانية ثانيا يمثل الجدول التالي سلسلتين من الأعداد المتناسبة طردا عدد المعاطف 9 6 2 4 5 7 3 8 المجموعة معدل طول القماش المستهلك من نفس النوع بالمتر 11.25 6.75 هذه المعاطف خاطتها صاحبة ورشة خياطة في فترات متعاقبة وأباعتها بمعدل 180 دينار للمعطف الواحد فحققت ربحا جمليا قدره 2376 دينار قدرت مصاريف الانتاج باستثناء ثمن شراء القماش بـ 2871 دينار أعمر فراغات الجدول الإجابة معدل طول القماش لثمانية معاطف بالمتر يساوي طول قماش خمسة معاطف مع طول قماش ثلاثة معاطف يساوي 11.25 مع 6.75 يساوي 18 متر معدل طول القماش لأربعة معاطف بالمتر يساوي طول قماش ثمانية معاطف على اثنان يساوي ثمانية عشر على اثنان يساوي تسعة متر معدل طول القماش لسبعة معاطف بالمتر يساوي طول قماش أربعة معاطف مع طول قماش ثلاثة معاطف يساوي تسعة مع ستة فاصل خمسة وسبعين يساوي خمسة عشر فاصل خمسة وسبعين معدل طول القماش للمعطفين بالمتر يساوي طول قماش خمسة معاطف إلا طول قماش ثلاثة معاطف يساوي 11.25 إلا 6.75 يساوي 4.5 متر معدل طول القماش لسبعة معاطف بالمتر يساوي طول قماش أربعة معاطف مع طول قماش اثنين معاطف يساوي 9 مع أربعة فاصل خمسة يساوي 13.5 متر معدل طول القماش لتسعة معاطف بالمتر يساوي طول قماش خمسة معاطف مع طول قماش أربعة معاطف يساوي 11.25 مع تسعة يساوي 20.25 متر معدل طول القماش المستهلك بالمتر 20.25 مع ثلاثة عشر فاصل خمسة مع أربعة فاصل خمسة مع تسعة مع إحدى عشر فاصل خمسة وعشرون مع خمسة عشر فاصل خمسة وسبعون مع ستة فاصل خمسة وسبعون مع ثمانية عشر يساوي 99 متر عدد المعاطف معدل طول القماش المستهلك من نفس النوع بالمتر تسعة عشرون فاصل خمسة وعشرون ستة ثلاثة عشر فاصل خمسة اثنان أربعة فاصل خمسة أربعة تسعة خمسة إحدى عشر فاصل خمسة وعشرون سبعة خمسة عشر فاصل خمسة وسبعون ثلاثة ستة فاصل خمسة وسبعون ثمانية ثمانية عشر المجموعة تسعة وتسعون أثبت أن ثمن الكلفة الجملية لهذه المعاطف هو خمسة آلاف وخمسمائة وأربعة وأربعون دينار الإجابة أحسب عدد المعاطف تسعة مع ستة مع اثنان مع أربعة مع خمسة مع سبعة مع ثلاثة مع ثمانية يساوي أربعة وأربعين معطفاً أحسب ثمن بيع المعاطف عدد المعاطف في كلفة بيع الواحد منها يساوي أربعة وأربعين في مئة وثمانين دينار يساوي سبعة آلاف وتسعمائة وعشرين دينار أحسب الكلفة الجملية لهذه المعاطف ثمن البيع إلا الربح الجملي يساوي سبعة آلاف وتسعمائة وعشرين إلا ألفين وثلاثمائة وستة وسبعين يساوي خمسة آلاف وخمسمائة وأربعة وأربعين دينار ما معدل ثمن شراء المتر الواحد من القماش الإجابة أحسب الثمن شراء القماش الكلفة الجملية إلا مصاريف الإنتاج باستثناء ثمن شراء القماش يساوي خمسة آلاف وخمسمائة وأربعة وأربعين إلا ألفين وثمانمائة واحد وسبعين يساوي ألفين وستمائة وثلاثة وسبعين دينار ثمن شراء المتر الواحد من القماش ثمن شراء القماش على طول القماش المستهلك في صنع المعاطف يساوي ألفين وستمائة وثلاثة وسبعين على تسعة وتسعين يساوي سبعة وعشرين دينار ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر